أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا والحديث ممتع حققاً مع الأساذ والإعلامي الكاتب الصحفي علي جاهز المستشار الإعلامي للموفد الوطني حديث ممتع معك حقيقة نواصل حوارنا والسؤال الذي كنت طرحته قبل أن نفاصل ماذا إدرك المجتمع الدولي؟ أو هل أدرك هذا الإفلاس؟ أرى أن المجتمع الدولي دائماً يتعامل مع القضايا من منطلق المصلحة إذا أدرك أنك جهة أو طرف مجدي وممكن أن يتناغم بقائك مع مصالحه سوف يدعمك وسوف يستمر في دعمك الآن هو يدرك أن طرف الرياضة والقوى المتواجدة في الرياضة هي لم تعد فاعلة ميدانياً ولم يعد لها أي فكل اجتماعي وسياسي في داخل البلد وازن عداء حزاب مثل حزب الإصلاح حزب الإصلاح حزب لا يزال حزب وله ثكل في الميدان في الواقع هذا يجب أن نعترف ذلك لكن عبد رب مصر هادي عبد الملك المخلافي جواري وما إلى ذلك من الشخصيات هذه هو يدرك بأن هؤلاء هم جرد شخصيات حتى من داغر بقية المؤتمرين حتى الذي في داخل الرياض الناصريين الذي في الرياض والاشتراكيين الذي في الرياض ليسوا ممثلين للأحزاب هذه ولذلك هو يدرك بأنه بمجرد أي نجاح أي تسوية سياسية أو أي تشكيل أي سلطة انتقالية جديدة سوف يكونون خارج اللعبة تماماً لذلك المجتمع الدولي لا يريد أن نتمسك بهذه الشخصيات بطبيعة الحال وإنما يستخدمهم فقط لمرحلة للابتزاز الابتزاز الوفد الوطني والابتزاز القول الوطنية في داخل اليمن لتقديم تنازلات في مرحلة ما وهذه المرحلة سوف تنتهي نحن نعتمد دائماً الصبر الاستراتيجي سواء في إعلامنا في سياستنا في الميدان الصبر الاستراتيجي يعني أن تثبت أنت على ثوابتك وتقدمها وتضرح ثوابتك ولا تستعجل لا تتنازل ولا تتهور تتخذ قرارات خاطئة هم الآن يعولون على أن نمل المفاوضات وننسحب ونننسحب ثم يحملنا مسؤولية يحمل الوفد الوطني مسؤولية انسحابه من المفاوضات وفشلها لا نحن يجب أن نثبت في هذا المجال وبالتالي المجتمع الدولي سوف يضطر إلى ضرح الخيارات السليمة ودعم الحلول السليمة نعم الاحتلال الأمريكي اليوم الذي أصبح واقعاً معاشاً للجنوب تحت ممرر أو ضريعة محاربة القاعدة التي لا شك إذا ما تم الاتفاق في هذه المفاوضات وحكومة توافقية ورئاسية بأن الدولة ستتبنى هذا الأمر لكن نجد الآن العكس أو نقيض ذلك كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم ومدى تأثير هذا الاحتلال على سير المفاوضات نحن لاحظنا عندما نقرأ هذا الموضع نقرأه من عدة زوايا نعم أولاً أن الاحتلال الأمريكي للجنوب جاء بالتزامن مع مفاوضة الكويت نعم مجيئه بالتزامن مع مفاوضة الكويت تدل على أنهم فقدوا الأمل في مرتزقتهم في داخل الميدان وبدأت أمريكا تدخل بنفسها نعم بدأت تدخل بنفسها هذا من الناحية الناحية الثانية هذا المشروع ليست جديداً نحن نعرف أن أمريكا هي من يقاتل اليمن هي من يحارب اليمن وإن كان بأثواب مختلفة بثوب القاعدة بثوب داعش بثوب السعودية بثوب التحالف بثوب بلاكوتر بثوب الجنجويد غيرها من المرتزقة لكن الآن بدأت أمريكا تظهر بوجهها الحقيقي هذا كان السيد عبد النوارد تحذر منه قبل العدوان حتى كان هناك مخطط أمريكي لاحتلال الجنوب تحت مسمى محاربة القاعدة وكان تمكين القاعدة من المعسكرات وتمكينها من قتل نعم من قتل الجنود دخلت المنطقة العسكرية الرابعة دخلت المنطقة العسكرية الأولى عملت عمايل في أيام هادي وكان هادي موجود يمكنها من هذا الشي كان السيد عبد النوارد قد تحدث كثيرا وقال لهم بأن هذا مشروع أمريكي لتمكين القاعدة لتكون ذريعة للتدخل الأمريكي بحيث الناس يصفقون للأمريكيين يلدخل الأمريكيين ذكرنا هذا بالعراق يعني عندما دخل وهم يصفقون لم يدخل أرد أن القاعدة وداعش و تلك الجرائم التي ترتكفتها بدأوا يعني؟ كان هذا التصفيق هو إعلامي طبعا هو إعلامي وفي الواقع الناس لا يصفقوا للاهتلال في أي بلد كان لا يوجد حرم نعم في عدن لم يصفقوا وإن عكست الجزيرة وأنهم مستبشيرين وأنهم محتفلين بهذا الموضوع ليسوا محتفلين ولا أحد المشروع الأمريكي في الجنوب مشروع قديم وهو مشروع تفتيت اليمن تفتيت اليمن وصيدر على منابع النفط ومنابع الثروات وما إلا ذلك لم يسمحوا لليمنيين إطلاقا على مدى عقود أن يصيدروا على بلدهم وعلى أرضهم على الإطلاق بل تظل محل الصراع ومحل المشاكل وهم يأتون لكي يكونوا هم المنقذ وبالتالي أمريكا عندما عاد عبد الرب مصرهادي إلى عدن لم تسمح له بتشكيل لا سلطات ولا وزارات ولا بنك مركزي ولا دولة لم يسمحوا له لماذا؟ لأنهم يريدون أن تتمكن القعدة وداعش من الجنوب هذا هو المشروع لم يسمحوا لباحة أن يعود ولا أن يمارس مهامه يعني عندما عادوا في أي آخر عدوان وظلوا يدعمون الصراعات ويدعمون التفجيرات والتفخيخ وما إلا ذلك لكي تظل الجنوب يظل فارغ بلا سلطة الآن جاء الوقت بدأت هم يعرفون أن مفاوضة الكويت كانت تخرج بحل الأمريكيين كانت تخرج بسلطة توافقية كانت تخرج بحل سياسي شامل لليمن كله هذه أجلقة الأمريكيين فضروا أن يدخلوا إيس بكل حل لأن تكتضي وجود سلطة توافقية تكتضي انتشار الجيش والأمن في كل أنحاء اليمن سوف تنتشر في عدن في الجنوب في كل مكان استبقوا هذا الحل ودخلوا إلى الجنوب عبر المكلة وعبر عدن أيضا إلى العند وسوف يفتتون النسيج الاجتماعي وقد بدأوا بترحيل الشماليين وبالحملات التهجير القسري وما إلى ذلك كل هذه تكرس البغضاء في داخل نفوس الشماليين والجنوبيين لكي يصنعوا واقع جديد ومختلف في الجنوب حتى وإن جاء حل يكون صعب التنفيذ نقصد الآن ما يتعلق بترحيل الشماليين والآن محاورة إيجاد الآن فجوة أو إثارة النعرى المناطقية الآن بحيث لا يمكن تتحول إلى حرب ربما إذا ما استمرت إذا تعاضينا معها نعم إذا تعاضينا معها إعلاميا واجتماعيا وسياسيا إذا تعاضينا معها من الزاوية التي يريدونهم أن نتعاضى معها مثلا رحلوا من أبناء تعز نقوم نتكلم باسم أبناء تعز ونقول أبناء تعز مظلومين هجروا لا يجب أن نتكلم بخطاب عقلاني وندرس الظاهرة الظاهرة هذه مصنوعة صناعة مصنوعة صناعة ليست من دافع اجتماعي في الجنوب الجنوبيين أخوتنا والجنوبيون ليس لديهم ضغاء بهذا الشكل بالعكس هذه فصائل صنعت لهذا الغرض صنعت له أدوار خضيرة نعم خضيرة صنعها الاحتلال في أي مكان يدخل الاحتلال ليصنع مثل هذه العهد ومثل هذه الأمراض الاجتماعية والسياسية والعسكرية لابد كلهم تجانب من احتلال بريطاني نعم أنا أثق كل الثقاه لو خرج الأجنبي من الجنوب سيعود أبناء الجنوب أحسن مما كانوا وسيخرجون بتجربة مرة سوف يعودون لجادة الصواب وسوف يكونون أحرص على الوحدة وعلى الوحدة الاجتماعية وعلى الحفاظ على الوطن أكثر من أي وقت مرة اسمعي للشد علي وأيضا الأخوة المشاهدين لننتقل إلى الزميل العزيز المفرح الحسن في الميدان وآخر المسجدات على تبرنا نسجل البرمج تسجيلا قبل أيضا انتهاء الجلسات إليك مفرح شكرا للزميل عبد الإله المرواني ونرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام ومن الكويت لبرنامج من الكويت المستجدات لجلسة اليوم بعد مرور عشرين يوما من عمر مشاورات السلام اليمنية بدولة الكويت وما كان مستجدا في جلسة اليوم نناقشه مع عضو الوفد الإعلامي المرافق للوفد الوطني الأستاذ أحمد الحسني السلام عليكم السلام عليكم السلام أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد إذا ما قرأنا المزاج العالمي إلى اللحظة وبعد مرور عشرين يوما إلى الآن من مشاورات السلام اليمنية بدولة الكويت كيف نجده؟ نستطيع أن نتفاعل نسبيا في اليومين الأخيرين كان موقف المبعوث الأممي نسبيا جيدا يمكن تقييمه بأنه كان جيدا هناك عموما هناك إرادة دولية عامة لإنهاء هذا العدوان لكن ما زال إرضاء السعودية وإقناعها بالخروج من وقف هذه الحرب وتحمل تبعاتها حصياً نوعاً ما قبل يومين ما سأل المستجدات اليوم هو أنه تم ما نعتبرها خطوة جيدة هو أنه تم الاتفاق على المرجعيات ومالمرجعيات العامة وفيها الدستور أولاً واتفاقيات سلم وشركة وهتين المرجعيتين قدمهما وفد القوى الوطنية وكان مختلفاً فيهما تم الاتفاق على أن الخطة الأمنية والعسكرية على أن تتولى حكومة وفاق وفاق وطني هي من تتولى باعتبر أن نزع السلاح هو شامل الذي تضمنه القرارة الأمامية عن سنين عشرين ستعاشاً هو شامل لكل الأطرف وليس لطرف على طرف وبالتالي فلا بد من حكومة شراكة وطنية وحكومة انتقالية تفي بتنفيذ هذا البند وهو أخذ السلاح من جميع الأطراف ولا يمكن أن يكون تسلمه من طرفين إلى طرف هذه بادرة جيدة وهو تقدم على الصعيد الحملي رأينا في اليومين الماضي المخلافي حتى شتم المضعوث الأممي واتهمه بعدم الحيادية والانحياز للوفد القوى الوطنية وليس منحازاً وإنما هو آدى قليلاً إلى صف المنضوعية والمنطقية التي يطرحها الوفد القوى الوطنية نحن ما زلنا متمسكون بالتفاعل والوفد الوطني حريص كما قلت لأنه أتى من تحت القصف فهو حريص على السلام ويبقى الأمر مرهون بالتوجيهات التي تصل إلى وفد الرياضي من أسياده سواء في السعودية أو في قطر إذن شكراً لك أستاذ أحمد الحسني وعودة إليكم مشاهدين الكرام وما تبقى من الحلقة لبرنامج من الكويت والزميل عبدالإلهي المروني وضيفه في الأسدين أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين العزاء في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج ورحب بضيفي الأستاذ الأعلام المركات والصحفي علي جاحز المستشار الأعلامي للوطني أستاذ علي مزاج الرأي العام الداخلي كيف تقيمه من خلال متابعتك وما الذي يجب أن يكون عليه أفضل المواطن اليمني الآن في أمس الحاجة هو ينظر إلى المشاورات مثل الذي يريد الذي ينتظر السلام ينتظر الاستقرار ينتظر الحل وفي نفس الوقت عينه على الميدان لم يغفل الميدان هذا التجربة التي عاشها الشعب اليمني لم يعيشها شعب في التاريخ من حيث الصمود والصبر والوعي وفهم ماذا يريد فهو يقرأ المحاوضات بلغة ويقرأ الميدان بلغة ويقرأ المواضيع الإنسانية بلغة ويقرأ الاستحقاقات المستقبلية بلغة أنا مطمئن إلى مزاج الشارع اليمني ومطمئن إلى أنه سوف يتفهم كل ما يحصل اليوم في الكويت وأيضا ما يحصل في الميدان والرسائل الميدانية التي نسمعها كل يوم تطمئن الشعب اليمني أكثر كلمة أخيرة أو رسالة إذا أحبت أشكركم جزيلا على هذا البرنامج الرائع أولا وأشكر كل فريق العمل والطاقم الذي يساهم في إنتاج هذا العمل الرائع من الكويت ومن اليمن أيضا وإن شاء الله نعدكم بأننا سوف نعود إن شاء الله منصورين لا يمكن أن يفرد الوفد الوطني أبدا في ثوابته وفي دماء الشهداء وإن شاء الله من نصر إلى نصر وسننتصر أو ننتصر شكرا جزيلا لك الأستاذ الإعلامي الكاثب الصحفي علي جاحز المستشار الإعلامي للوفد الوطني شكرا جزيلا لك وأشكركم مشاهدين ومتابعي قنواتنا قنوات الإعلام الرسمي قناة الإيمان الفضائية قناة عدن الفضائية قناة سبع الفضائي وقناة الإيمان الفضائية كلهن من اليمن شكرا على حسن المتابع والإسقان نتقيكم في حلقات قادمة على خير تحايا الزملاء من التصوير عبد السلام شرهاد ويوسف أبو طالب ومن التنفيذ الآخر عزيز إبراهيم المتوكل ولكم من الإخراج أخلص التحايا الزميل خالد القريطي من الكويت دمتك أمل الله ورعاية سوائل شكرا